والآن أدعو معالي دولة رئيس الوزراء لإلقاء كلمتي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الوزراء والمحافظون السادة الممثلي المجالس النيابية السادة ممثل مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني السادة ممثل المنظمات الدولية والإقليمية السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني في البداية أن أرحب بكم جميعا حيث نشهد اليوم فعاليات انعقاد المؤتمر الوطني للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة هذا الجامع المتميز رفيع المستوى ويسعدني أن ألقي الضوء على الأهمية التي تطلع بها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي انطلقت منذ أغسطس 2022 برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية قبل أشهر قليلة من استضافة جمهورية مصر العربية للحدث البيئي الأهم في العالم وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 حيث تتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 والتي ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وذلك في ضوء حرص الدولة الدائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تحقيق الاتصاق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر الحضور الكريم نلتق اليوم في مرحلة دقيقة يشهدها العالم في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد وما أعقبها من اندلاع للعديد من الأزمات الجيوسياسية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الشرق الأوسط الحالية مما أدى إلى تزايد معدلات الفقر وكذلك التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية وجهود التعافي الأخضر والتحول الرقمي ومختلف برامج التنمية خصوصاً في ظل ما تمثله التغيرات المناخية من تحدي دائم يواجه جميع الدول ولما لها من انعكاسات على جهود الدول لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة وفي هذا الإطار بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلق القضية المحورية بأسلوب استباقي يستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي ومن هذا المنطلق تأتي هذه المبادرة المصرية نموزجاً ملهماً لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التي تقدمها مصر للعالم ومن هذا المنطلق يمثل هذا المؤتمر فرصة عظيمة للاحتفاء بمكتسبات المبادرة في دورتيها وهي المكتسبات التي تمثل دعائم راسخة لجهود الدولة المصرية لتحويل نتائج مؤتمر كوب 27 إلى تأثيرات ملموسة على مصر والمنطقة بالإضافة إلى توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وذلك في إطار التوجه الواضح للدولة المصرية نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حيث تم من خلال المبادرة إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الزكية ووضع خريطة لتلك المشروعات على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارات اللازمة لها من كافة مصادر التمويل المحلية والدولية الحضور الكريم يأتي إنعقاد هذا المؤتمر اليوم ليتيح المجال للإعلان عن المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية والتي انطلقت في إبريل عشرين تلاتة وعشرين حيث شهدنا اليوم تكريم ثمانية عشر مشروعا فائزا عن المراكز السلاسة الأولى في كل فئة من الفئات الست للمبادرة كذلك يتيح هذا المؤتمر منبرا لاستعراض دور تلك المبادرة في رفع الوعي حول قضية التغيرات المناخية على مستوى المحافظات وكذلك دورها في بناء قدرات الكوادر البشرية في كافة محافظات مصر على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزكية وآليات التحول الرقمي بالإضافة إلى ما أسهمت به المبادرة من إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني وهو ما تحقق عبر خلق فرص استثمارية وآليات مبتكرة لتمويل المشروعات الزكية الخضراء من خلال ربط تلك المشروعات بالجهات المانحة الدولية ومؤسسات القطاع الخاص المصري التي أخذت على عاتقها ممارسة دور فعال في تحمل المسئولية المجتمعية في ضوء جهود الدولة لتشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة لدفع عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري على مختلف المستويات هذا ونسجل بالتقدير ما حققته المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الزكية من مراعاة لمقتضيات التمكين الاقتصادي وأبعاد تكافؤ الفرص بين الجنسين والتنمية المتوازنة والشاملة وذلك لما شملته المبادرة من تمكين العديد من القطاعات على رأسها قطاعات المرأة والشباب مع إتاحة فرص لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك في ضوء تبني الدولة المصرية لنهج تشاركي يضمن مساهمة كل شركاء الوطن في الجهود التنموية السيدات والسادة في الختام وأكد مؤجداً مجدداً عزم الدولة بزل مختلف الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة ومجابهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ وذلك عبر التعاون مع كل شركاء الوطن وشركاء التنمية الدوليين في إطار من المسئولية المجتمعية والدولية المشتركة وأتوجه بخالص الشكر لجميع الجهات المعنية المشاركة ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر لما لمسناه من جهد ملموس لإنجاح هذه المبادرة الرائدة مع تمنياتي لكم جميعاً بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم